أفادت تقارير الصحفية أن صفقة انتقال الجناح المغربي حكم زياش للدور السعودي تعرضت في اللحظات الأخيرة لضربة قوية قد تهدد عملية انتقاله لنادي النصر وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن النصر أوقف المفاوضات مع الأسد الأطلسي بسبب عدم الاتفاق على بعض بنود التعاقد الذي سيجمعهما ما قد يتسبب في فشل الصفقة بصفة رسمية وقالت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية إن الفحوصات الطبية أظهرت أن نجم نادي تشيلس الإنجليزي يعاني من مشاكل في الركبة مما يعني أن انتقاله لصفوف نادي النصر بات محل شك كبير وكان خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو قد كشف في وقت سابق أن حكيم زياش البالغ من العمر ثلاثين عاما قريب جدا من الانتقال لصفوف النصر ليلعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في صفقة قدرت قيمتها بسبعة عشر مليون جنيه أسترليني وعقد يستمر لغاية عام الفين وستة وعشرين وهذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها زياش في الانتقال من نادي تشيلسي بعد أن تعرض لدات المشكلة في يناير الماضي عندما حاول الانتقال على صبيل الإعارة لنادي باريسان جيرمان الفرنسي في حين ذكرت التقارير أن الفحص الطبي أظهر أيضا أن اللاعب يعاني من مشكلة في الركبة لكنه مع ذلك قرر المضي قدما في الصفقة وفي النهاية لم تتم صفقة الانتقال بعد أن تأخر نادي تشيلسي في إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وسيستمر عقد الزياش الذي يعاني في الحصول على مكان أساسي في تشكلة تشيلسي مع النادي اللندني لغاية عام الفين وخمسة وعشرين